اشتركوا في القناة ترشيح الكاظمي بشكل رسمي لا بمؤتمر ولا بوثيقة ولا بتواقيع هل فعلا أن الزرفي لا تزال حضوضه فعلا متصاعدة أم أن حضوضه تراجعت بسبب هذه التسريبات لنا تقرير ولا نعوده الأحزاب المعارضة لحكومة عدنان الزرفي لسان حاله يقول لو ألعب لو أخرب الملعب نعم بكيف فيه أرشيح اللي أريده اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى ليروح الجلسة من حتى الزرفي وهذا الكلام هو واقع الحال اللي المربي واللي جاي نشوفه يوم بعد يوم إلى الآن مصدرة القوى السياسية الشيعية بيان رسمي أو كتاب رسمي بتواقيع رسمية أو تبني واضح لمصطفى الكاظمي كبديل عن المكلف رسمياً ودستورياً عدنان الزرفي رغم هذا راحة والسنة ركض لدعم الكاظمي وراحة والأكراد هم ركض بدعم الكاظمي مرشح البيت الشيعي بس هنا لازم ننبه السنة والأكراد كنواب على قضية جداً مهمة وهي شلون دعمت الكاظمي بدون أي بيان رسمي واضح؟ شلون رحتوا يهذا الخيار؟ هي واحدة من الاثنين لو تهديد الفصائل وصل لكم لو أكو توجيه خارجي بهذا التوجه خلونا نذكركم بتصريحات النائبة عن النصر هدى سجاد واللي بارحة فتحت النار بتصريحات جريئة يمكن أغلب النواب بعدهم هاي الجرأة يحشون اللي حتشت ببرنامج الثامنة البارحة قالت أتحدى السياسيين الشيعة يتفقون لو يطلعون بالشارع وتحدى آني كنائبة أنه يكون الأخ الكاظمي هو بديل حقيقي بالعكس قال الطرح الكاظمي هو مضيع للوقت من السياسيين الشيعة ويردون الإبقاء على حكومة الفاشل والغاء الطوعياً عبد المهدي فدى سجاد قال السالفة كلش قوية بيوم جلسة التصويت على وزيرة التربية حمد الحلبوسي توسل بالكتل بالدخول للجلسة وبكتلة بدر النيابية هم توسل بالنواب حتى يدخلون القاعة ويمشون الوزيرة طلعت تصويت مو للوزيرة ولا للمنصب لا لا طلعت سالفة الوزيرة على موذ عقد التأمين الصحي اللي بس هذا العقد استفادوا من الجماعة واحد واربعين مليار دينار وختمة كلامها بحكاية الكتل السياسية لعبة الطابة بالوضع ونسوا وضع الناس اللي ينتظرون الفرج بشكل عام المكلف جاء يلتقي ويكثف من لقاءاته ويوزراء والقيادات والنقابات ورغم الحج اللي يصار بالساعات الأخيرة عن استعداد الزرفي للاعتذار والانسحاب ما خلته يتراجع عبدا بس يا جماعة الخير اكو سؤال مهم جدا مثلا جلسة من حفقة اذا ما صارت وما انعقدت فشل هاي الجلسة منو يتحملها اذا فريق الزرفي ما تمرر زين اذا شرئس البرلمان ونوابه يخرقون مواعيد الدستور والقانون من يحاسبهم اذا هم اهل التشريع والرقابة من يتحمل مسؤولية فشل تشكيل الحكومة وانقاذ البلد وفشل حضور جلسة البرلمان الله اعلم كرام وراحب بضيوفي الكرام الاستاذ علي تميم الخبير القانوني وايضا السيد فتاح الشيخ السياسي المستقل وايضا الاستاذ محمد نوري العبد ربه القيار في كتلة النصر حياكم الله جميعا استاذ علي ابدويا جنابك الكريم ويسوال حقيقة جدا مهم من يتحمل الاخفاق الذي لربما سيكون في جلسة منح الثقة اللي راح يعاند وما ينجي هل يتحمل المسؤولية القانونية احنا لو نحجب الدستور والقانون استاذ علي تميمي لو نحجب نعزل خلاص ما هو الرأي القانوني اللي عانت واللي عارض واللي يرفض المجيء استاذ علي تميمي تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولي ضيفك الكريم وسادة المشاهدين طبعا الامام المكلف وفق المادة 76 الفقرة ثانيا ورابعا هي ثلاثين يوم تبتدئ من تاريخ صدور المرسوم ولغاية يعني الثلاثين يوم المحسوبة طبعا عقد الجلسة وأمامه في هذه الثلاثين يوم أن يقدم المنهاج الوزاري وأيضا الكابينة الوزارية إلى البرلمان هناك أكثر من احتمال استاذ أحمد في هذا الموضوع الإحتمال الأول هو أنه يخفق لا يستطيع أن يقدم للمنهاج الوزاري وللكابينة خلال مدة الشهر هنا نستطيع أن نقول أخفقه انتهى أخفقه الإحتمال الثاني هو أن يقدم المنهاج والكابينة خلال مدة الشهر كما حصل وأعطاهم أو أشعر البرلمان ولم يعقد البرلمان الجلسة هنا لا يمكن أن نعتبره أخفق لأنه الكرة في ملعب البرلمان خلص هو أدى ما عليه خلال مدة الثلاثين يوم هذا الإحتمال الثالث الإحتمال الثالث والذي يبدو هو الذي يعمل عليه البعض الآن هو ما حصل بشأن النقص الموجود في المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء التي أعطته لرئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر وأعطت حرية الاختيار للمكلف لرئيس الجمهورية قياسا استاذنا على قرار محكمة التمييز الناس تريد تسمع أنت جنابك صريح أنا أريد عذراً على المقاطع أريد نسمع المعلومة من جنابك الكريم رئيس الجمهورية أقدم على هذه الخطوة الآن المكلف رسمياً وقانوناً عدنان الزرفي اللي كان بترشيح من كتلة أكبر أصغر من كم نائب رئيس الجمهورية قام مفق الخطوات الدستورية عفنا من المزاجات والفضاءات السياسية وغيرها كقانون كقانون إذا دعا السيد الزرفي لجلسة ولم تحصر الجلسة من يحاسب من من يعاقب من فضل نعم أستاذ أحمد لا يتحملها المكلف لأنه المكلف أي السيد عدنان الزرفي عدل منهاج الوزارية عدل كابين الوزارية وقدمها للبرلمان البرلمان هنا ملزم وفق الفقرة رابعاً من المادة ستة وسبعين بعقد الجلسة لمنح الثقة من عدمها هذه النقطة المهمة جداً يعني الفقرة رابعة المادة ستة وسبعين تقول لك يعرض منهاج الوزاري والكابين الوزارية على البرلمان ليصوت له بالأغلبية المطلقة يعني نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب إذا صوتوا بها يمرر إذا لم يصوتوا له يعتبر مخفقاً هذا هو الإجراء الدستوري لا يوجد شيء اسمه البرلمان لا يعقد الجلسة أو يكسر النصاب هذه مشكلة البرلمان ليست مشكلة المكلف أستاذ أحمد من الذي يعطي القرار في حالة من يعاقب البرلمان خليني شوية طوله وياك من يعاقب البرلمان إذا كان البرلمان يرفض ويعني يتمرد على الدستور والقانون من الذي يعاقب البرلمان أستاذ علي إذا يكسر النصاب ما صارت بمحمد توفيق علاوي ما يكون نصاب يعني من يعاقب البرلمان من يعاقب الناد من يخاسب رئيس البرلمان خلي بس أوضح لك أستاذ أحمد هذه نقاط مهمة أنه أولاً كسر النصاب ليس مشكلة المكلف يعني سمعت أكثر من رأيه لنواب يقول لك كسر النصاب يعتبر مخفق المكلف أبداً هذه يعني موضوع ليس دستوري هو عندما يكسر النصاب لا يمكن أن نقول هو أغفق وسؤالك من يعاقب لا قل من يراقب البرلمان الذي يراقب البرلمان هي البحكمة الاتحادية وهي الفيصل في هذا الموضوع وفق المادة 93 من الدستور لكن البشكلة الحاصلة اليوم تعرف جنابه جاي جداً إنه البحكمة الاتحادية يعني تعاني نقصاً في عدد أعضاها وبالنتيجة هذه الأمور كلها متداخلة مع بعضها الكرة بكل الأحوال هي في ملعب رئاسة البرلمان لعقد الجلسة والتصويت سلباً أو إيجاباً هذا هو الحل للدستوري طيب 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 أستاذ فتاح الشيخ هياك الله نورتنا شنو الجماعة يعني يرجفون الكتلة السياسية الشيعية والنوبل يوم الكورد والمكون السني طبقوا ويا المرشح الإجماع السياسي الشيعي آمنتوا بالله والله محييه سيد مصطفى الكاظمي وإن شاء الله تدبر لول الزرفي لول الكاظمي نحن نريد واحد يعبرنا مرحلة لكن بالإطار العام أستاذ أستاذ فتاح اليوم الكتلة السياسية الشيعية لم تخرج ببيان ولا بمؤتمر ولا بورقة بيضة مكتوب بها مصطفى الكاظمي يرجفون من الزرفي شون الموضوع أستاذ فتاح هيكي خوف ابن النجف فضل شكرا جزيلا تحية لك ولو الضيوف الكرام مشاهدين العزاء اليوم الكتلة السياسية طبعا أنتابها الرجف ليس الآن إنما منذ واحد عشر الفين وتساطعش عندما ارتفع صوت ابناء الشعب العراقي ليعلن وبصريحة العبارة أن هؤلاء ثلة من السياسيين الذين وصلوا بالتزوير للانتخابات فضلا عن تورطهم بالمال العام وفشلهم في إدارة شؤون الدولة وتسيب المال وبالنتيجة مشاكل كثيرة دعت إلى أن هذه الكتل ستبقى كما تقول بين قوسيا ترجف وقلقا من أي رئيس وزراء صارم وشديد عازم على بناء العراق وإعمار العراقي يبدو أن هذه الكتل مأزومة وتريد أن تبقى تعيش في الأزمة هذا جانب داخلي جانب خارجي آخر هذه الكتل التي تمثل مجموعة مطابق خارجية خوفا على تلك المصالح في العراق ولقضية العراق المستقبلية تحاول أن تأخذ الأوردر من المطابق السياسية لأرباك الوضع وعدم المجيء برئيس وزراء ربما ليس على المزاج يعني لا يفصل تفصال على الدقم العتهم وبالنتيجة يحاولون أن يضعون العراقي سواء كان الزرفي أو حتى لو جاء بالسيد الكاظمي رجل له كل الاحترام ورجل مهني وكاديمي لكن هل يا ترى هذه الكتل التي الآن تعتبر أنه الكاظمي بديل للزرفي بمجرد الإعلام أو لقل قتل صان هل إذا كان الكاظمي حازم كالزرفي مثلا هل سترحب به أنا أقول لا وما ذكرت في بداية المقدمة للزميلة النائبة هدى أنه فعلا الجماعة يريدون أن يشتغلون على وقت للتمرير السنة الثانية لعادل عبد المهدي وبقاء حكومتي بهذه الطريقة باعتبار أنه أهل الدار أدرى بالذي فيه عادل عبد المهدي وهم متشابهين بكل شيء واحد يعرف الآخر هذا على قد على قد الإيد إن صح التعبير وبالنتيجة ولا يتمكن من أن يخطي خطوة اليوم هذه الكتل سواء أتت بسيد كل الاحترام له السيد الكاظمي أو غير الكاظمي هي اليوم ما معنية بهذا الأمر المعنية الشارع العراقي وسيد الرئيس الجمهورية وفق رغبة الجماعير ووفق مطاليب المرجعية التي قالت أن الكتل السياسية قد خاضت اللعبة وفشلت ما زال الفشل يلاحقه 650 شهيد عندنا راحوا بسببها فشل حكومة عادل عبد المهدي من الجابة مهي نفس هذه الكتل زين فكيف يهتراب يعني ما حدا مما بدأ تريد أن تبدل نفس الآلية تبدل عادل عبد المهدي بشيء آخر بشخص آخر نحن مع رئيس وزراء أن يكون شجاع وقوي وليس خاضع إلى مطاليب الكتل وليس على قد كما يقولون أنه يؤتمر بأوامر الكتل وينتهى بنواهيه المشكلة عذراً على المقاطعة عدنا نزر في في لقاءات المتلفزة في لقاءات المتلفزة ده يأكد على نقطة جداً مهمة يقول يا أخوان أنا مستعد أجلس ونقعد ونتفاوض يقول أنا يعني أنا ما عندي عداوة شخصية مع سين أو جيم حقيقة يعني بس الكتل السياسية رافضة للجلوس مع عدنان الزر في على عكس البيوتات السياسية الشيعية يعني يعني هذا التبدل بالمواقف أستاذ أو رفض الجلوس مع الزر في وتحكي ويوم شي يقول لك يقول لك نحن لسنا نعترض على الأخ الزر في وهو رجل محترم وزميننا في مجلس النواب لكننا أنا لا أعترض على آلية التكليف من قبل رئيس الجمهورية يعني ما عرف لو لعبة لو جماعة يضحكون علينا أستاذ فتاح حقيقة يعني قعدوا وياه شوفوا الرجال يعني إيش يريد ما يريد منكم فضل هذه آلية آلية التكليف أستاذ أحمد العزيز آلية التكليف هذا شيء أصبحت مثل باسمار جحة يعني يردون بين الحين والآخر أن يعلقون علي جميع الأخطاء والإخفاقات لكن هي في حقيقة الأمر أنا شوية رح أتكلم بصريح العبارة وأرجو أن تتحملني أنت وضيوف الكرام السيد عدنان الزرفي رجل مارس الدورة التنفيذي مارس دوره التنفيذي كمحافظ في محافظة أكبر وأصعب وأهم محافظة بالشرق الأوسط هي محافظة النجف محافظة المراجع والعلماء بالنتيجة عندما مضى السيد عدنان الزرفي بقوة وبشجاعة واكتسح القاعدة الجماهيرية الشبابية في محافظة النجف حاولوا أن يشاهون صورته على حساب أنه الزرفي غير ممتثل للمرجعية وهذه الكلام اللي نسمعناه وبدأ يحرض الشباب وفتح المقاهي بالعكس هو أصلا القاعدة الحقيقية للزرفي أغلب الشخصيات النجفية المثقفة والشباب يعني بالنتيجة وضع شيء المشكلة الحقيقية اللي أنا أرد سولفها الأخوة في الكتل السياسية الآن المعترضة على الزرفي هي نفس الكتل التي حرمها عدنان الزرفي من الأموال التي إعيدت بعد الانتهاء من مشروع النجف عاصمة الدولة العاصمة الثقافية تذكر العاصمة الثقافة الإسلامية عندما هذا تأجل المشروع أكو مجموعة أموال نعم رادت أن تعاد للخزانة قالوا لا اصرفوا به للنجف كملوا بناء وإعمار النجف السيد عدنان الزرفي قبض بيد من حديد على مشاريع النجف وبدأ يشتغل وبنى تحتية أرصفة شوارع كهرباء مدارس وآثارها موجودة الآن أنا ليس متحدث رسمي عن عدنان الزرفي ولا مدافع بقدر ما أنا الحقاق يجب أن تقال اليوم الزرفي راح يصير هدف للكتل السياسية باتر وبالنتيجة إلى متى يبقون يتمادون السيد الزرفي حرم هذه الكتل المتسيدة على محافظة النجف من الكوميشين والشركات الاقتصادية الوهمية اللي رادوا الأموال ترجع إلى خزانة أحزابهم هذا الحزم من الزرفي دعا الكتل الآن اللي معترض عليه دعت أنه الزرفي غير مرحب بي مسهل يعني ما يطلع مني ده شي يابس فبالنتيجة هذا الأمر جعلهم قلقين مع أنه الرجل برنامجا اليوم أمس عندما ظهر في وسائل الإعلام في حديث ساعة كاملة يقول أنا برنامج اقتصادي ويبدو حتى الاقتصادي الأخوة متخوفين منه لأنه بعد ما راح يحصلون شي خليني خليني أسمع موقف النصر قبل أن يغادرنا الأستاذ علي تميمي عذرا على المقاطع أستاذ فتاح قالنا آنوا ياك الوقت المتبقي أستاذ محمد نوري حياك الله نورتنا في هذا اللقاء خليني أبدو إياك عن الجيل اليوم الدعمة والمؤيدة لعدنار الزرفي هي حقيقة اتلاف النصر على اعتبار هو من الاتلاف بس خليني أبدو إياك بالتصريح لنائب عن عنكم عن اتلافكم عبدالعباس الشياع ذكر اليوم قال حضوظ السيد الزرفي باتت صعبة جدا بعد التطورات والتسريبات العينتين لا أعرف ما هو هم وتشائم النائب التابع لكم تفضل أستاذ محمد مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام وعلى ضعيفكم الكرام بداية السيد عدنان الزرفي هو ليس مرشح النصر هو مرشح مجموعة من النواب يقدر عددهم ما يقارب سبعين نائب من جميع الكتل السياسية وهذا واضح وكانوا موجودين لدى السيد رئيس الجمهورية أثناء عملية التكليف وبذلك من متمسك لحد هذه اللحظة بالسيد عدنان الزرفي هم هؤلاء النواب الذين التزموا معه بناء على بعض الخطوات التي مارسوها أثناء عملية اختيار بعض المرشحين اللجنة السباعية لم تستطع أن تصل إلى أي شخص يتفق عليه ولذلك تم توجه هؤلاء النواب إلى ترشيح السيد عدنان الزرفي هذا من جهة الجهة الثانية كل المرشحين هناك خمس أسماء مرشحين هم تم اختيارهم من قبل هؤلاء النواب وأقصد هنا النواب السبعين هناك خمس مرشحين من ضمنهم الأخ عدنان الزرفي ومن ضمنهم الكاظم وأسماء أخرى اليوم اليوم المشكلة وين يعني بعملنا المشكلة مجا نفهم ماذا تريد الكتل السياسية هي هذه هذه المشكلة اليوم هل تريد لها شخص مدني هل تريد لها شخص عسكري هل تريد لها شخص إسلامي وماذا تريد من هذا الشخص يعني عندما نتحدث بعض الكتر السياسية تتحدث عن القانون وعن الدستور وعن خلق القانون وعن خلق الدستور طيب يا أخوان أنت ليش تحكين عن خلق الدستور وانتو بشهر الرابع لحدنا ما قارين موازنة هذا مو خلق للدستور أنتو شنون تتعاملون مع حكومة مستقيلة صار لها أربع تشهر هذا مو خلق للدستور ما هي المادة القانونية اللي تعتمدون عليها في بقاء حكومة السيد عادل عبد المهدي وبذلك اليوم السيد عدنان الزرفي لديه تأييد من نواب كثر بصراحة يعني ليس موضوع النصر أو الفلان أو الفلان لا هناك تأييد من أغلب 90% من الكتل السياسية كنواب أنا أتكلم نقدر نعرفهم منه كل الكتل السياسية منه دول النواب رح أقول لك على شغلة لو حدث تصويت سري داخل قبة البرلمان السيد عدنان الزرفي يمضي بمئتين صوت فما أكثر لو حصلت تصويت سري لأن النواب أغلبهم يعني مؤمنين بفكرة الزرفي في إدارة الدولة أسألنا ما لدي أدافع عنه ولا لدي أقول هذا كذا شخصيا بس البرنامج اللي قدمه هو مختصر برنامج اقتصادي برنامج انتخابات برنامج حصل السياح في الدولة ما عنده شيء ما حشى لك على شيء ما قال لك أنا راح أسوي كذا وسوي كذا لا يعني ما عدد لك برنامج مال أربع خمس سنوات اللي يقدر يتممها هذا جانب الجانب الآخر اليوم مثل ما المقدمة مالجنابك وحيشيتي فيها اليوم هناك تأييد للسيد الكاظم بس احنا مضد الكاظم بس بناء عليش هذا التأييد شنو هو اللي صار هل كله فرسميا وبالمناسبة أنا أقولها ومتأكد من هذا الكلام عندما نرى يرى السيد عدنان الزرفي إجماع من البيت الشيعي على شخصية معينة سيقدم اعتذاره عن التكليف لكن عندما يرى شوكت راح يشوف هذه وهو قالها طبعا البارحة قالها وهو البارحة قال أنا ما أريد نصن القسام للبيت الشيعي لكن خلي التفقون على شخصية معينة وأنا أمضي وبعدين شنو هالحساسية من عدنان الزرفي شنو اللي يمسويه يعني شنو اللي شنو اللي خايفين من عنده على إيش يعني رجل يريد يبني دولة مثلا عنده رؤية معينة طيب خلي نقول هاي الرؤية فاشلة خلي نشوفها خلي نجربها احنا نحكم عليه قبل ما قبل ما يجي باشر بهذا الشيء ولذلك سيد العزيز هناك مصالح وهناك كتل سياسية بأمانة نحتيها إذا سمعت لا تريد للبلد أن يستقر لا أمنيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا أنا ما أحدد الكتل اللي مع عدنان أو ضد عدنان لا أنا أقول هناك بعض الكتل السياسية اللي لا يمكن أن تسمح للعراق أن يكون دولة وأن يكون بلد له سيادة وأن يكون حر في اختيار اقتصاده وحر في اختيار علاقات الخارجية هناك بعض الجهات السياسية اللي هي مصطة أنا حتى غادرنا أستاذ علي التميمي أستاذ محمد عذرا على المقاطعة أيضا إلي وقت المتبقوية جنابك أستاذ علي التميمي حتى تغادرنا جنابك الكريم بدقيقة واحدة الزرف لم يعتذر الجلسة لم تحصل ماكو انسحاب ماكو تكليف رسمي إشلون نقدر نحل هالبرلمان إشلون يعني احنا كشعب عراقي اليوم سئمة من هذا البرلمان يتصرف على مزاجيات الكتل السياسية عوفنا من المحكمة الاتحادية متى يحق لنا كشعب أن نشوف هالبرلمان يحلوه تشوفونا شر عمي خلاص كل عشر من عشر محب وغاهم واحد يمرهم شلون ندر نحل البرلمان ونمضى بهذه الصورة يعني يعني برأي هذا سؤال مهمة استغرق الدقيقة لكن أنا برأيي في حالة عدم التصويت على السيد الزرفي ستنتقل إدارة البلاد إلى سيد رئيس الجمهورية وفق المادة 81 من الدستور يعني يعتبر في هذه الحالة خلول المنصب بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ويستطيع رئيس الجمهورية بضربة معلم أن يحل البرلمان لأنه المادة 64 تقول لك طريقتها لحل البرلمان أما يحل نفسه بطلب من ثلاث أعضاء بالأغلبية المطلقة أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء بوافقة رئيس الجمهورية هنا إذا حصل هذا الاحتمال الذي تتحدث عن جنابك وخصوصا أنه سيد الزرفي هو المكلف الأخير هنا يستطيع رئيس الجمهورية وفق الدستور أن يحل البرلمان بمفرده لأنه جمع صلاحية رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وعندئذ يدعو الانتخابات مبكرة خلال شهرين من تاريخ الحل وأعتقد سنصل إلى هذه النتيجة إذا استمر هذا الخلاف على المرشحين يعني نحن أمام استاذ علي نحن أمام جلسة منح الثقة لازم تصير الجلسة زين إذا يعني ما قيمة الاجتماعات السياسية والحديث عن البديل للزرفي بغض النظر عن الأسماء هاي إلا قيمة قانونية ولا إلا فقط لو يعتذر الزرفي لو ينسحب إحنا أمام جلسة إذا لم تمرر خلاص يحل البرلمان تنتقل الصلاحيات اللي برهم صالح هو استاذنا يعني متى يعتبر المكلف مخفقا إذا لم يستطح تقديم منهاج الوزاري والكابينة خلال الشهر واحد والثانية إذا لم يمنح البرلمان الثقة في الجلسة يعني عقدت الجلسة ولم يحصل على الأغلبية المطلقة يعني نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني فقط في هاتين الحالتين تستطيع أن تقول هو أغفق أما أنه البرلمان لا يعقد الجلسة ويكسرون النصاب وتكون هناك أمور في الخفاء هذه لا علاقة للمكلف بها ولا يمكن أن نحتبره مخفقا أبدا شكرا شكرا جزيلا سيد عليكم من الخبير القانوني تقدر تغادرنا إلى التزامك الثاني سيد فتاح شرف لكم شكرا جزيلا والله أنا أحبك حقيقة لأنه طقه للناس يعني ما أعرف وراء كل زيارة إيرانية الله يحفظك سيد علي وراء كل زيارة إيرانية تتغير قواعد اللعبة تدغير القناعات العراقية يعني ما أعرف ما رأي تقول لي ما يكون تأثير أميركي إيراني تركي سعودي عربي أجربي خلينا حتيها على غير أستاذ فتاح ما أعرف وراء زيارة سماعي القانوني جماعة اجتمع قبل بيت واحد وقالوا حين لازم نتتفق وكذا البلد على المحاكي أستاذ فتاح إلى أي مدى يمكن أن تساهم أو يساهم التأثير الإيراني على قناعة الآخرين من البيت السياسي الشيعي تحديدا أستاذ أحمد قدر العملية السياسية في العراق كانت مرهونة بمجموعة معارضين لنظام صدام البعض من عتم كان في الجانب الشرقي في الجمهورية الإسلامية في إيران والبعض الآخر بين سوريا وبريطانيا وأميركا وهذه الاتجاهين في العمل السياسي لا ضير فيه ناس مضايقين مبعدين عن البلد فيلجأوا لأي دولة يمارس دوره السياسي لكن للأسف فيما بعد تحولت هذه اللعيبة السياسية بدل أن يكون ينمي نفسه سياسيا يتعلم فدمهارة من هذه الدولة التي يريد به حتى يذهب إلى بلده ويمسك سلطة يتعلم جزء مما تعلمه في بريطانيا مثلا أو أميركا أو في طهران يتعلم السياسة وفن السياسة فن الممكن نحن بالعراق بالعكس البعض من عدهم ما احترامي للكثير له تاريخ معروف البعض من عدهم رحب لنفسه أن يبقى أداة تنفذ على رقعة شطرنج العراق أداة بيدق بيت المحور الذي يحركه حيث ما يشاء وإهنا طبعا نحن تأزمنا أكثر كلما ارتفعت وطيرة الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والجمهورية الإسلامية من جهة تنعكس سلبا على العراق في حين بالعكس نحن نطالب ونريد دائما من ساسة لديهم القدرة والإمكانية التخلص من هذه الأزمة بل تسخير هذه الأزمة الأمريكية الإيرانية لمصلحة بلد وممكن أن يكون العراق هو الجسر الذي ممكن أن تسود فيه علاقات المحورين أستاذ فتاح لا تروح لبعيد سؤالي مباشر القناعات التي تغيرت باتجاه الزرفي هل بتأثير إيراني؟ أنا جايك غير ما هذه مقدمة للبحث ما أنه حتى تكون المواطن عنده فتصورة كاملة نعم إيران تؤثر تأثير مباشر على أي تشكيل حكومة لا سيما حكومة الأخيرة التي شكلت على أثرها حكومة عادل عبد المهدي في فندق بابل والتي هي في حقيقة الأمر الكتلة التي كانت متفقة باتجاه تسمية العبادي رئيسا للوزراء لكن العبادي لم يحظى بقبول إيراني باحتبار أنه هو أول من أيد العقوبات الأمريكية على إيران فدفعه الثمن هنانا الآن رجعت الولاية الحقيقية لآل العبادي سواء النصر أو عدنان الزرفي أو مكيدة الكتل التي كادت بالعبادي وطلعتها من نور المالكي وقالت لتعال في يوم من الأيام سويت رئيس وزراء وبعدها انخانته وخزلته في فندق بابل الآن الأمور رجعت طبيعية يا سيد الكريم والخطأ واضح التزوير في الانتخابات 2018 خير دليل على أنه لا يتمكنون من إجراء انتخابات الآن لأن خايفين كلهم الآن ربما إذا أجريت انتخابات منافس النتائج هذا الحصل لـ 18 مقعد وهذا 20 وهذا 54 ربما يحصلون أقل وبالنتيجة تظهر حقيقة التزوير اليوم الأخوة نعم استجابوا لضغوطات إيرانية باعتبار أن الزرفي غير مرحب به ولا يمكن أن يكون رئيس وزراء باعتبار الآن يسير أشبه بمسيرة حيدر العبادي عندما قال نعم أو يؤيد أو يجعل العراق العراق ليس له علاقة بالحقوبات الأمريكية الإيرانية هذا واقع هذا التصريح مسؤول رفيع المستوى من دولة عراقية العراق عراق وإيران إيران وأمريكا أمريكا إحنا ليش دائما ندفع ضريبة غيرنا ليش الشعب العراقي دائما نضحي وغيرنا مرتاح ليش العراق صاير مسرح عمليات كما أقول الصاير رقعة شطرنج وسياسينا هي البيادقة التي يحركها زيدو عمر أخي نحتاج إلى حكومة تعطي القرار سياسي لأجل بلد لبناء بلد ثروتنا مسروقة أولادنا مقتولين حكومتنا منتهية السيادة منتهكة على أساس إحنا نجنب لبلدنا عندنا القدرة الكاملة مثال الزرفي آلاف ومثال السيد الكاظمي آلاف لكن هم الكتل السياسية صدقني والله العظيم لو جبت بعد خمسين شخص على غرار الزرفي والكاظمي لا ينثني تحت مظلتهم سوف يرفضونه بل أنت شاهد حتى في تشكيل الحكومة عندما يكونون كتلهم يقولون هاي الكتلة الأكبر ما يرحون إلى شخص ربما قد يكون متهون بالمصارع يقولون المتهون ما يلزم هذا ولا ما يردون واحد متهون حتى يقدرون يلزمونه فعندنا الزرفي وغير عدنا الزرفي هذا متهون ممكن أن يلعب لعب صحيح وممكن أن يأتي بالثمرة للشعب العراقي ويحدد التدخلات أخينا فطنة استثمرها كل الدول إلا الشعب العراقي جائع شنو الحد الآن ما عندنا مستشفيات لتفادي أزمة كورونا في العراق شنو عندنا الموصف بالمجان على أي أساس يا قي مصر عندك مستشفى أستاذ فتاح مستشفى مصر عندك ومدرسة مصر عندك ورئيس وزراء مصر عندك ليش لأنه الفضاء الوطني الأجماع السياسي الشيعي هو الذي يحول دون ذلك ليش يقول لك ما حد يصعد إلى سدة الحكم إذا ما يتوافق الهلال أو المربع أو المعرف الإجماع السياسي الوطني للتعريخ أنا قبل شوية استذكرتها ونوه بشنو السنة والأكراد راحين باتجاه هذا الموضوع أستاذ أحمد أكو مفردة قالها السيد الناب قبل شوي إنه مجموعة أعضاء داعمين وساندين لسيد عدنان الزرفي نحن نتمنى هاي الأعضاء نحافظ عليهم لحين عقد الجلسة ولا يمكن أن نتكلم عنهم لأن أنا متأكد وأعرف الكثير من عتم شجعان دون أرجوع إلى رئيس كتلته وزعيمة بل هو محترض حتى على أداء زعيمة لكن نحن نحتاج إلى من يعيد هذه الثروة التي هدرت هذا الضياع الذي مني بها الشعب العراقي محتاجين هذه الكتلة التي تطلع من ظهر عدنان الزرفي أو بسبب تسمية عدنان الزرفي كتلة تبقى كتلة وطنية شجاعة متمردة على الأجندة متمردة على سياسة المحاور تخلص العراق اليوم ترى زحمة إنه نبقى دائما إحنا نقول والله أنا ما أردح شي أريد تصويت سري خوفا من رئيس كتلته خاف يطردني أو خاف يصكوني أو قتلوني هذا كلام أنت جاي بالعمل السياسي لعدش تتوقع تتوقع الأرض مزرع إليك تتوقع قتل واختطاف وكل شيء اللي حضروا الجلسة التكليف ما يحضرون ما يقعدون ما يناقشونه ما يناقشونه حتى بالتلفزيون ندق عليهم ما يردون ها عذرنا والله ما نعرف شون تكليف حسب ما شاهدته وسائل الإعلام ونقل لي شخص مقرب جدا من سيد عدنان الزرفي قال تسعة من سائرون يعني الكتلة الأغلبها موجودة تمثيل ليس من فراغ لا حد يأتي يقول الآن دور كتلة أكبر حتى لو كتلة أكبر سائرون هي التي أتت به إلى ذياب إلى رئيس الجمهورية وتكليف دستوري وبالنتيجة سائرون هي الكتلة الأكبر التي أعادت الكتلة الأكبر للشعب العراقي آم التظاهرات فهذا جانب انتهي الجانب الدستوري نعم جانب دستوري رئيس الوزراء كلف مكلف آخر بعد الانتهاء من تكليف محمد توفيق علاوي جاء الآن الدور لعدنان خضير الزرفي والاثنين عراقيين والاثنين من رحم مجلس النواب وإحنا نؤمن بهذا التكليف لأنه من رئيس الجمهورية بعدين أنتم الكتلة اسمعيني لا أسمعي أستاذ محمد دور أيضا خلينا استفاد من أصل الكتلة والله العظيم أرجع له أي فضل أستاذ محمد نوري العبد رباه اليوم اليوم الاتصالات المعلومات المسربة يقال أن الزرفي سيتجه اليوم باشر إلى مقر رئيس الجمهورية ليعتذر عن التكليف ما صحتها المعلومات في تلاف النصر وحشيل على المعلومات المسربة أيضا تحركات الزرفي والعبادي وسيد مختد الصدر وكذلك برهم صالح لدعم رئيس البرلمان لعقد جلسة قريبة جدا لمن حسقه مدى دقة هذه المعلومات أستاذ محمد وأنت مقرب من هذه الكواليس تفضل أولا موضوع الاعتذار قلت لك ما يحصل إلا في حالة إذا اتفقت الكتل الشيعية فيما بينها على مرشح آخر من الممكن أن سيد عدنان الزرفي أن يقدم اعتذاره يعني إذا ما صار اتفاق ما ممكن أن يقدم اعتذاره وهذا متفق عليه والرجل صرح به بهذا الموضوع فيه من الناحية القانونية هو قدم برنامج البرنامج الحكومي إذن اليوم على رئاسة البرلمان أن تدعو إلى عقد جلسة سواء المضى داخل قبة البرلمان أو لم يمضي هذا من الناحية القانونية والسيد رئيس الجمهورية ملزم بهذا الشيء ورؤساء الكتل أيضا ملزمين بهذا الشيء في تقديراتي هنا قد تكون مشكلة قانونية ودستورية يعني اطرق لها أستاذ علي على السريع وما دخل بي تفاصيل أخرى هل من حق رئيس الجمهورية أن يكلف رئيس وزراء آخر وفق الدستور الدستور لم يتطرق إلى إلى كلمة وهكذا إذا ما ذهبنا وقرأنا فقرة تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكبر تطرق إلى حالتين لم يتطرق إلى الحالة الثالثة إذن هل معناه أنه في الحالة الثانية إذا لم ينجح الرئيس المكلف بتقديم كابينة الوزارية أو لم يمر لم ينجح بالتقديم لا يعني سيد عدنا نزور لا نقدم الكابينة لكن لم تمر كابينة الوزارية ما التفسير القانوني للحكومة المقبلة هل يتولاها سيد رئيس الجمهورية هل تكون هناك حكومة جديدة بدل حكومة السيد عدل عبد المهدي ورأسها سيد رئيس الجمهورية طبعا راح ندخل في إشكال كبير قانوني جدا على الرغم من عدم التزام كثير من الكتلة السياسية لا بالقانون ولا بالدستور ولذلك سيد العزيز أنا أدعو أقول خلي يكون لدينا فعلا نلتزم بالقوانين ونلتزم بالأنظمة السيد علاوي دعمه أخواننا شيعة ورشحه وقدمه إلى الكتلة السنية والكردية على أنه مرشحهم ولكن خذلوا بالأخير الكتلة الشيعية وما راحوا معان البرلمان إلا 80 أو 90 نائب وفشلوه يرغب أو ما يرغب اليوم أيضا بالمقابل الانتظامات لدي عدنان الزرفي خلاص خلي يروح للبرلمان وما يمشي بالبرلمان إذا عندك شيء إمكانية لكن اليوم أنه نتكلم بهذه الطريقة ما أعتقد أنا أعتقد السيد عدنان الزرفي سينسحب أو يعتذر إذا ما شاهد فعلا هناك اتفاق على السيد الكاظمي أو غير الكاظمي مع العين ترى هناك أربع أسماء أخرى متفق عليها من قبل مجموعة النواب اللي تحدثنا عنهم ووقعوا وراحوا الرئيس الجمهورية هناك إذا ما اتفقوا على الكاظمي ممكن يتفقون على غيره لكن الحديث هنا ما الضامن أنه الكتل الشيعية ستؤيد السيد الكاظمي في تشكيل الحكومة يعني التفسير الموجود قد يكون الآن يدور في الأروقة السياسية أنه بمجرد زاحت عدنان الزرفي وأن يأتي الكاظمي ثم تشن حملة أيضا على الكاظمي كما شنت على سيد عدنان الزرفي وبذلك لا راح يمضي السيد الزرفي ولا يمضي السيد الكاظمي أيضا طبعا موجود أستاذ محمد نوري أستاذ محمد نوري هاي لعبة لعبة يعني من يعرف إحنا لو نبقى على هذا يعني لو ألعب لو أخرب الملعب أستاذ محمد أقول لك إحنا كنا في الأروقة السياسية موجودين الحرب اللي شنت على السيد الكاظمي قبل أسبوعين أو قبل شهر أنت مو أحد الأشخاص اللي كنت تقرأ وتتابع وتشوف أستاذ فتاح مو أحد الأشخاص اللي أنا والآخرين كل الشعب العراقي مو شنة حملة على أساس أنه أحد الأشخاص الذين شاركوا في عملية استهداف الشهداء شهداء النصر مضبوط هو كان متهم بأنه أحد الأشخاصيات اللي طيب شن اللي غير هذا الموقف ومن يقول ما راح تعاد عليه هذا هذا الحجي مرة أخرى تمام ولا لا ولذلك اليوم ماكو ضمانات تأييد لك أنه السيد الكاظمي يمضي أو لا إلا في حالة واحدة إذا اجتمعوا عند رئيس الجمهورية كرؤساء كتل سياسية وأعلنوا تأييدهم الواضح والصريح ولذلك اليوم ما عندك كتلة من رئيس كتلة سياسية حسب المعلومات اللي عندنا ما أكو رئيس كتلة سياسية موقع على دعم السيد الكاظمي ما موجود يعني إذا من الحكمة في موقع أحد الإخوان الخط الثاني إذا من الفتح في موقع أحد الإخوان للعامري للمالكي بالضبط لعمار الحكيم بالضبط نهائيا لا 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 اليوم رئيس الجمهورية أيضا يقول لك أنا أهم أروح أكلف لواحد ويرجعون رؤساء الكتل يقولون أنت ما أخذت رأينا لا أنا أريد رؤساء الكتل نفسهم حتى لا يحجون ولا يقولون هذا خلاف للدستور ولا يقولون هذا تجاوز للدستور ورئيس الجمهورية صرف من كيفه أفهم من كلامك أن الكاظم إلى الآن لا زال الانقسام الشيعي على اسمه موجود وهذا ما صرح به السيد عدنان الزرفي عندما يحصل توافق من البيت الشيعي على أي شخصية سيدها بالسيد عدنان الزرفي للاعتذار أمامه سيد رئيس الجمهورية بل وأكثر من ذلك قد يكون هنا الاعتذار وهنا التكليف يعني حتى تأخذ فد معلومة يعني إذا تريد تعمل صح أنا أعتذر من هنا وأكلف الآخر من هنا بوجود رؤساء الكتل السياسي أو من يمثلهم جديا ولذلك اليوم لا نريد أن نصل إلى طريق مسدود نهائي خلينا أسمعك نعم المعلومات التي عندي أنه العبادة يتحرك على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بالقوة طبعا ورغم رفض رئيس البرلمان من اللي هو يزرفي ومن اللي عليه حقيقة لأنه هذا سجاد أمس قالت لي حتى زعيم الكارة الصدري نشكره على موقفه لدعم الزرفي حقيقة هذا الدعم أستاذ محمد نوري بهذه الأطراف الرباعية من الفتح هناك نواب داعم للسيد الزرفي من القانون هناك نواب داعمين للسيد الزرفي من الحكمة هناك نواب داعمين كل الكتل السياسية هي داعمة للسيد الزرفي بصراحة يعني موجود هذا شيء هذا واقع حال أما اليوم ما تحدثت من ضغط من السيد العبادي أنا ما أعتقد هذا الشيء موجود نحن نريد أن نذهب إلى أمور يعني دستورية هناك برلمان هناك نواب إذا سبعين نائب وقعوا له سيد الزرفي ومن اعترف بيهم زي ان اعترف بمن يعني سبعين نائب من جميع الكتر السياسي هؤلاء نواب محترمون لهم كانتهم يستطيعون ان يتكلمون بكل شجاعة وبكل صراحة وهذا ما عول عليه السيد عدنان الزرفي لماذا ذهب السيد عدنان الزرفي وقبل بالترشيح لان شاف مجموعة من النواب هم اللي دعمين هم اللي انطلوا كلام وقال لولا احنا وياك للاخير اذا راح يستمرون مع السيد عدنان الزرفي شنو فائدة دعم اسماء من النواب معينين استاذ محمد عذر عن المقاطعة شنو فائدة انا كنائب والله اتمنى واوقع الى تصويت سري لعدنان الزرفي بس بالمقابل والله ما اقدر اروح احضر الجلسة بسبب تهديد الفصال المسلحة للنواب ما عرف هذا التهديد مش حاله حقيقة استاذ محمد سيصطدمون النواب الداعمون للزرفي بهذه التهديدات عزيزي لا عدنا برلمانه خلنا علنها بصراحة نقول خلنا قعدنا ما لازم لا رئيس برلمان يقدر يحضر جلسة شوف شيريدون هاي الجهات المسلحة تريد منو تجيب رئيس وزراء عالش احنا متعبين نفسنا واجتماعات ورشحة وفلان لا لا قلهم تعالوا تريدون منو انتو ياهو اللي يعجبكم خلونا يا رئيس وزراء واحنا ممنونين اذا بهذه الطريقة التعامل اخي الجناح المسلح شيء والعمل السياسي شيء اخر انت اليوم ممكن انه امشي وفق ما انت تريد مئة بالمئة ولا وفق ما اني اريد مئة بالمئة هناك هذه عملية ديمقراطية هذا برلمان البارحة انت مجان عندك مقاعد اليوم صار عندك مقاعد البارحة اللي تملك 80 مقاعد اليوم قم تملك 10 مقاعد مثلا هذه هي الديمقراطية تريدون ان تحافظون على البلد وتحافظون على النظام وعلى القانون هذه الديمقراطية اذهبوا للبرلمان ومن لا يصوت على السيد عدنان الزر فيه هذا رأيه الشخصي ومن يصوت عليه هذا رأيه الشخصي هذا العمل اللي احنا دعنا نشتغل عليه والديمقراطية اللي على أساسها احنا دعنا نحكي بالإعلام اللي على أساسها هذه حتى الأجلحة المسلحة قامت تمتلك سلاح وقامت تتهدد قبل وين تقدر تهدد لأنه ما كانت كود ديمقراطية هي الديمقراطية اللي انطيتهم هذا المجال هذا من ناحية الأخرى مو غلط يعني اليوم السيد عادل عبد المهد منتولى إذا سمحت لي منتولى الحكومة في عام 2018 هل البيت الشيعي كله معاه؟ الجواب لا اليوم أنا قد يكون السيد الزرفي أو السيد الكاظمي ترى مو مضروري أن يكون هناك إجماع يعني خليه حصل أني 70% كلش كافي من البيت الشيعي وأذهب إلى 70% من السنة و70% من الأكراد أما تقولي اليوم أريد أن يسوي إجماع للبيت الشيعي والسنة والكل هل سيمر الزرفي ساذ محمد وفق المؤشرات ووفق هذا الشرخ الكبير راح يعبر الزرفي ولا لا تصير جلسة ولا عوفنا من التمنير حلبوسي يسوي جلسة ولا لا هو هذا الكلام هل يستطيع السيد الحلبوسي أن يدعو إلى عقد جلسة أنا في تقديراتي الشخصية لن يدعو إلى عقد جلسة وهذا مخالف للقانون ومخالف للدستور شكرا جزيلا أستاذ محمد نوري العبد ربا القيالة في النصر نورتنا تقدر تغادرنا جنابك للالتزام الثاني دكتور فتاح ياك الله نحن نحييك من جديد وأيضا أكمل اللقاء ويا جنابك يعني هذا الأصطدامة أو عدم وجود متابعة من يتابع عمل البرلمان الدستور دي يقول خطوات رئيس الجمهورية صحيح ما علاقة الفضاء الوطني بالمزاج وبالإجماع الدستور ما ذكر الإجماع دكتور فتاح يعني ليش هذا الالتفاف على سؤاله في الدستور والملاعب هاي مالتهم حقيقة يعني دكتور فتاح الشارع ديموت من الجوع والجماع هايرا بالإجماع وغيرها كلفونا واحد وخلاص من يحاسب من ومن يتابع من دكتور فتاح طبعا إذا وصلنا إلى ما ذهب إليه سيد النائب في مسألة أنه مجلس النواب سيتعذر ستكون المسؤولية التاريخية أمام الله والشعب العراقي على الحلبوسي أولا وأخيرا باعتبار أن الحلبوسي الآن يمارس ازدواجية في الحديث مع الكتل السياسية ولم يكن له موقف واضح وصريح هاي نقطة على السطر لازم احنا نقولها منذ أن تشكلت حكومة 2020 منذ اللحظة الأولى كان الرجل الحلبوسي مع كل احترام وتقدير له رئيسنا هو لكن الحلبوسي لم يكن واضحا وصريحا في التعامل مع الكتل الأزدواجية موجودة والمجاملة على قدم وساق وفي كل مكان لديه التزامات وبالنتيجة لم يكن رئيسا حازما كما سبقه السيد سليم الجبوري وسيد أسامة النجيفي كان المجلس النواب هيبة باعتبار أكو كلمة عقد جلسة نعم ماكو عقد جلسة هنا أنا يسير الحلبوسي وفق أمزجات وأهواء الكتل السياسية التي تؤثر عليه طبعا لهذه أمور كثيرة وفيها فتخل فيها خاصة مالية واقتصادية وملفات فبالنتيجة ما يريد الحلبوس يخوذ هذا المقاف يريد يمشي الأمور لحد ما تنتهي الدورة هاي نقطة النقطة الثانية الكتل السياسية هي الأخرى التي للأسف تمارس هذا الدور عدها أهميتها المصلحة السياسية ماكو مصطحة بلد يعني أي كتلة يقولك تنطين يتحقق لسقف مطالب آل ممكن أن أطلع من حضن زرفي أرتمي في حضن الكاظمي مثلا فبالنتيجة هذه الفوضوية أعطت فسحة للكتل السياسية بالذات البيت الشيعي على أن لا يتفق لأنه فعلا ما رح يتفق على أن لا يتفق لأنه هناك جدل مستمر حول رئيس الوزراء والوزارة اللي أريته والوزارة اللي أريته وبالنتيجة هذا اللي ضيعنا النقطة المهمة التي أشار لها السيد المستشار القانوني السيد علي التميمي وهو غادرنا مشكورا النقطة الرئيسية عدنان الزرفي هذه أقولها للتاريخ وربما ستكون الكلمة الذهبية في قناة الرشيد عدنان الزرفي يا كتل يا سياسية سيكون لكم غطاء أمان لما تبقى من الأمان الذي يحفظ مع وجوهكم نعم وبعد عدنان الزرفي ستفتح عليكم الأبواب من كل حد وصوب لأنه أمام السيد رئيس الجمهورية إلا عدنان الزرفي فقط هذا التكليف الثاني دستوريا بعدها توكل المهمة للسيد برهم صالح الذي يوعز بحل مجلس النواب ويشكل حكومة متكئا على المجتمع الدولي وهنا راح تدخل الأمم المتحدة وتفتح الملفات وآخر نبدي من آخر ملف التظاهرات وما سبقها قتل المتظاهرين وتزوير الانتخابات وبعدها تبدي الحملة القتل والمال العام والإفساد في الدولة وسرقة الميزانيات وتبدأ المحاكمات على قدم النساق أين تفرون؟ هنا يراد تنتبهون كافي تمتثلون إلى أوامر أستاذكم الذي علمكم السحر وفي يوم الأيام سيترككم أنا شوي أمون عليك أنا أحبك دكتور فتاح حقيقة جاي تحلم زايد أستاذ فتاح ما يحل زايد صدق ما تتأمل أستاذ فتاح لا لا صدق ما يصير لا لا ما يصير أخي هناك فصائل هناك جهات سياسية قريبة من جماعات مسلحة أنت صدق تحكي من يقدر يحل البرلمان هم قوة جوية 20% صار تصويت أحمد أقول لك هي ديمقراطية لو إحنا صارين مثل اليمن حكومة وخطف حكومة إذا مخطوفة ديمقراطية خلاص حتى الناس تروح لها كلها تطلع من البرلمان وتروح تبقى الحكومة بيد الفصائل المسلحة والميليشيات وبيد القوي هي لو ديمقراطية لو فوضى قل لي حتى نفتهم ديمقراطية حل سلاحك فوضى إلغي ديمقراطية حتى يصير قتال طبعا بالمناسبة البعض من عتم هذا يريد الحل الثاني لأن أنا متأكد الذي يقف اليوم أمام أزمة تشكيل للحكومة ويوقف معرقل لا يريد الخير للعراق يريد يدخل العراق في أزمة لأننا لا ناقة فيها ولا جمل نحن اليوم السياسي الحقيقي المتمكن يعني أفهم من كلامك نعم يعني أنت تأكد التسريبات الأخيرة أنه الأخ العامري والسيد المالكي والحكيم أبلغوا الحلبوسي بعدم عقد الجزء هذه زادت في الساعات الأخيرة أستاذ فتح حبيبي أبلغوا أولا ما أبلغوا هم ما يتحكمون به هم زعماء كتل يعني قانونا قانونا ما هو موقف عمار الحكيم بالنسبة للبرلمان هل هو عضو برلمان مثلا مسجل بالمفوضية جاوبني ما كوهي جي ما من حق أي واحد من الموجودين قانونا ودستوريا أن يوقف البرلمان وبعدها زحمه على محمد الحلبوسي أن يمتثل لمن ليس هو ببرلماني أو ليس بمن هو منتخب يعني ما احترامنا السيد عمار وسيد مقتدى وآخرين ذولا ما موجودين بالهيكلية السياسية لا بمفوضية ولا بحزاب ولا منتخبين ولا اسمه منزل في صندوق انتخابات لكن هاي زعامات زعامات عدها نواب عدهم جمهور عدهم كتل سياسية زعيم يقول لك هاني زعيم ما خلاص زعيم ايه لكن صوته صوته كصوتي في الانتخابات وما من حق يملي على ممكن اكو عد رئيس رئيس لجلق كتلة برلمانية هي اللي تتعامل مع مجلس النواب ترى يا زحمة شن زعامات يا عشائر بس قول لي هي صفقات يا استاذ عمد اقول لك ايه اقول لك فلوس غنائم ايه كحكا ايه لا تقل لي زعامات هاي الزعامات الوهمية انتهى دورها الشعب العراقي اصبح شعب واحي استاذ فتح استاذ فتح زين زين استاذ فتح سليني ايسيلك بالله عليك الامس ذكره طبعا البارحة كانت النائبة هدى حقيقة جريئة جدا وشجاع حقيقة يعني مع الجولي الاحترام لكل النواب الرافضين والدعمين اللي عدنان الزرفي نعم البارحة ذكرت قال انت ليش يسمي تمرد يعني انا البارحة ذكرت انه زرفي ربما يراهن على تمرد النواب في جلسة منحة ثقة قالت سميه وعي يعني اذا صوتوا النواب على حكومة الزرفي رح تنقلوا بالدنيا مثلا تعتقد شجاعة النواب 329 نائب ما يقدرون يوقفون بوجه خمسة الى ست زعامات يقولون لا احنا مثلا لا احنا من اسمع كنا خلاص هو رجل سنة زمان 12 شهر انتخابات محاسبة سين وصاد وانتخابات مبكرة وفضت راحة تعتقد الشجاعة ستكون هاي النخوة الغيرة راح تكون في جلسة البرلمان ولا لا ليسووها لأخوة صار رحمد هي مسألة تمرد وقلنا احنا 80 بالمئة منهم شباب واستبشرنا خير شو لا لا صار رحمد مو مسألة تمرد ولا مسألة انه ألعب وخرب الملعب او كذا لا هي اليوم اولا رحم العراق رحم ولود وما زال الكل ينتظر من يأتي في العملية السياسية فيه شجاعة ومروءة ومنقذ واليوم امام الزرفي ليس مزاج ولا اختيار شخصي ولا احنا جايبين عريس وربع يزفونه هذه مسؤولية قضية يتبناها الزرفي مسألة انقاذ بلد واليوم الشارع العراقي يباوع للزرفي وذا الزرفي لم يكن اهلا لذلك يتغير ورا ثلاثة اربعة المتظاهرين يطلعون عليه فبالنتيجة هذه الكتل انا شخصيا مع سماد قد يكون يجوز احلى مثل ما تفضلت جنابك انا شخصيا اتوقع اكو شجاعة عند البعض الليس القليل في مجلس النواب ان يتخذ قرار بمعزل دون الرجوع الى كتلته انا متأكد وهذا حدث عندنا في اكثر من دورة وفشلة وبشارع والقضية بيت رئيس البرلمان هنانه يقدر يدعو ولا رح يسكت بيقدر ابو رايكان ها المسؤولية خلي حتى احنا نخلي سبيل السادة الاعضاء المسؤولية مسؤوليتين المسؤولية الاولى رئيس البرلمان سوف يدعو الى عقد ايجاد سيوم الخميس لو لا اذا عقت اخلى سبيله وابرأ ذمته امام الله والشعب العراقي ويتركها للمجلس المجلس رح يصوتون يكملون او ويجوز يخفق سيد عدنان الزرفي اذا لا قطع الطريق مبكر فهنا تعتبر مؤامرة على الشعب العراقي ويقف امام الله محاسبا وامام الشعب والتظاهرات المقبلة ستكون ضد الحلبوسي لانه هو الذي قطع الطريق عن انقاذ العراق والان اذا تسمح الاستاذ احمد للتاريخ ان انا اجتني رسالة الان وانا في اللقاء مباشر مصدر مصدر وعلى ذمة الناقل في حال عدم اكتمال النصاب جلسة مجلس النواب الاستثنائية بالتصويت على حكومة السيد الزرفي المكلف لرئاسة الوزراء بغض النظر بالموافقة او من عدمها سوف يتخذ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اجراءات بحل مجلس النواب وتشكيل حكومة طوارئ بحماية الامم المتحدة كونها تكررت هذه الحالة للمرة الثانية وهذا مخالف للدستور العراقي حيث يعتبر تمرد برلماني على الشعب وعدم التزام بالنظام البرلماني المقرر بالدستور نقطرها السطر هالسا هاي ما ادرجت الوسائل الاعلام لو بس المتحدث هذا المصدر تم نفية لكن بالقروبات بالفعل القروبات السياسية هي تناقلة هذا الخبر اخي هذا احوال انا جدا اشكرك دكتور فتاح الشيخ السياسة المستقل شكرا لحضرتك شكرا شكرا جزيلا نورتنا ولنا لقاءات اخرى بابن الله الشكر وموصور لكم ساداتي الكرام حق الرد مكفول حق الرد مكفول يا عمي لا تزعلون علينا لا تقولون ها الثامنة حق الرد مكفول لكل من ورد اسمه في هذا اللقاء حياكم الله الثامنة ساعة كاملة والله محيين لي جيروت والرشيد بابا مفتوح للكل السلام عليكم والى اللقاء اشتركوا في القناة